كما شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة تخطيط وتنمية الاقتصادية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ايفاينانس بشأن إدارة المراكز التكنولوجية للخدمات الحكومية خدمات مصر يأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في ضوء أهداف رؤية مصر 2030 والتي من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصرية وتأتي تنفيذا لتكلفة الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين عبر مراكز تكنولوجية تحمل اسم خدمة مصر في جميع محافظات الجمهورية اشتركوا في القناة